منطقة شرقي الفرات من المناطق التي تشكل عصب الصراع المعقد إقليمياً ودولياً على سوريا ولا تكاد المنطقة تبتعد عن واجهة المشهد حتى تعود بقوة من جديد بتطورات سياسية وعسكرية تؤكد مركزيتها فقد بدأت الولايات المتحدة تحركاً سياسياً لافتاً في ريف الرقة بعد أيام قليلة من جولة تفاوض أولية بين ميليشيا سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن والنظام السوري لتحديد مصير المنطقة السفير الأمريكي السابق في البحرين وليام روبك زار الخميس الماضي مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي في زيارة هي الأولى من نوعها لسفير أمريكي إلى المدينة والتقى بعدد من قيادات ميليشيا سوريا الديمقراطية وقدم روبك بحسب مصادر كردية شرحاً حول توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبقاء القوات الأمريكية إلى جانب قوات التحالف الدولي في مختلف مناطق شمالي سوريا بما فيها منطقة جنوب الفراد وذلك منعاً لحصول أي فراغ عسكري في المنطقة ودعم الأمن والاستقرار فيها وتحمل زيارة المسؤول الأمريكي العديد من الرسائل السياسية لأطراف الصراع في سوريا لعل أبرزها أن الوجود الأمريكي في الشرق ذي الأهمية الاقتصادية ليس طارئاً وأن واشنطن لن تتخلى عن الأكراد السوريين على الأقل في الوقت الراهن وتزامنت التحركات الأمريكية في منطقة الشرقي الفراد مع زيارة وفد من ميليشيا سوريا الديمقراطية لدمشق ولقائه مع وفد من النظام لإجراء مفاوضات معه مفاوضات أكدت الميليشيا أنها لا تعني على الإطلاق عودة قوات النظام وأجهزته الأمنية إلى أماكن صيفترتها وأن الميليشيا تبحث عن حكم ذاتي في المناطق الكردية ما يعني التخلي نهائياً عن فكرة سوريا الفيدرالية التي كانت تطالب بها أحزاب كردية سوريا ولا يخفي الأكراد السوريون مخاوفهم من انفراط عقد تحالفهم مع واشنطن ما يعني تركهم وحيدين في مواجهة الجيش التركي ومن هنا جاءت اندفاعة الأكراد لنسج خيوط تفاهم مع النظام ربما يجنبهم تدخلاً عسكرياً تركياً شبيهاً بالتدخل في منطقة عفرين شمال غربي حلب والذي انتهى بطرد الميليشيا الكردية ومهد الطريقة أمام تفاهم تركي أمريكي حول مدينة منبج غربي الفراط ترجمة نانسي قنقر